نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين أظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور مناسبة هذه الآيات لما قبلها الله جل جلاله فيما مضى بينا أن إنزال المطر من السماء والذي يغاث به الخلق إنما هو منه جل جلاله فقال وهو الذي ينزل الغيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد لما كان إنزال الغيث نعمة في نفسه وآية دالة على كمال قدرته أتبع ذلك جل جلاله بذكر بعض الآيات الدالة على أنه الإله الواحد المستحق لأن يعبد جل جلاله أما معاني المفردات فقوله سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته أي من العلامات الدالة على قدرته فالآية في اللغة هي العلامة ومنه قوله جل من قائل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت إن علامة ملكه ومن آياته أي من العلامات الدالة على كمال قدرته وبراهين وحدانيته خلق السماوات والأرض وما بث أي ما فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة والدابة اسم لكل ما يدب على الأرض وما بث فيهما من دابة وهو جل جلاله على جمعهم أي حشرهم للقيامة إذا يشاء قدير متى ما شاء جمعهم قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قرأها نافع وأبو جعفر بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت بغير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والعفو كما مضى معنا الكلام هو المحو تقول العرب عفت الريح الأثر وعفت الشمس الظل قال جل من قائل ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين أي فائتين وأهاربين من قدر الله عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الولي هو السيد وهو المناصر والذي يتولى أمرك وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الواو عاطفة على قوله سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته كذلك الجوار في البحر كالأعلام الجوار هي السفن جمع جارية وسميت السفينة جارية لأنها تجري على الماء ومنه قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالأعلام أي كالجبال وقال مجاهد كالقصور وقال الخليل العلم في اللغة يطلق على كل مرتفع كل ما كان مرتفع فإنه يقال له علم ويشهد لهذا قول الخنساء في لثاء أخيها صخر وإن صخرا لتأتم الهدات به وإنه علم في رأسه نار ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ الجملة الشرطية والفاعل هو الله جل جلاله إن يشأ يسكن الريحة يسكن الريحة قرأها نافع وابن عامر وابو جعفر بالجمع يسكن الرياحة فيظللن رواكد على ظهره فيظللن رواكد أي سواكنا ثوابتا فيظللن رواكد على ظهره أي على ظهر البحر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الصبار صيغة مبالغة من الصبر والصبر والصبر حبس النفس على ما تكره والشكور صيغة مبالغة من الشكر والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد على قلبه شهودا ومحبة وعلى لسانه ثناء واعترافا وعلى جوارحه انقيادا وطاعة والشكر في أصل اللغة الظهور ومنه تقول العرب دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن أي يتركهن ويغرقهن تلك الجواري بما كسبوا الباء باء السببية أي بسبب كسبهم أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا فمتاع أي تمتع وانتفاع فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش قرأها حمزة والكسائي وخلف والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش بالإفراد كبير الإثم والفواحش والكبائر جمع كبيرة والكبيرة بخلاف الصغيرة وهي الذنوب التي توعد عليها بعذاب أو لعنة أو غضب أو ترتب عليها حد في الدنيا كبائر الإثم والفواحش والإثم واحد الآثام وهي الأفعال المبطئة عن الثواب أو هي الذنوب العظيمة التي يستحق مقترفها العقاب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش جمعوا فاحشة وهي الخصلة البالغة في الشناعة والقبح فإن العربة تطلق هذه الكلمة على كل ما كان شديدا في بابه ومنه قيل للبخيل الشديد البخل فاحش منه قول القائل أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم كأني نسيت آية وهي قول ربنا جل جلاله أو يبقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين ويعلم هذه قراءة الجمهور وقرأها المدنيان نافع أبو جعفر والشامي بن عامر بالضم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أما على قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر ويعلم فالجملة إما أن تكون اسمية وهو جل جلاله يعلم الذين يجادلون في آياتنا فالذين في محل نصب على أنها مفعول به أو أن تكون الجملة فعلية ويعلم الواو واو الاستئناف ويعلم الذين في محل رفع على أنها فاعل وأما على قراءة الجمهور بالنصب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فإما أن تكون معطوفة على محذوف أي لينتقم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أو أن تكون الواو واو الصرف كما يقول الكوفيون فإنها جاءت بعد شرط وجزائه ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أو أن الواو واو المعية والفعل منصوب بأن مقدرة ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي ما لهم من مهرب ما لهم من مفر فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم شورى مصدر معنى المشاورة والمشاورة هي مراجعة أن يراجع بعض الناس بعضا من أجل استخراج الرأي فالشورى استخراج الرأي الصائب بمراجعة بعضهم بعضا من قولهم شرت العسل إذا أخذته من مكانه وصفيته وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هنا تبعضية ومما رزقناهم والرزق هو العطاء ينفقون النفقة إخراج المال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون البغي بمعنى الظلم والطويان والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة أي اعتداء وبغي سيئة مثلها وهذه السيئة الثانية ليست بسيئة حقيقة لكن العربة إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء فإنهم يشتقون له من ذات الكلمة ومثله قول ربنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وقوله جل جلال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فيسخرون منهم سخر الله منهم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم قال جل من قائل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم قوله جل جلال يبغون في الأرض بغير الحق لا يكون بغي بحق قط فها هنا قول ربنا جل جلال يبغون في الأرض بغير الحق هذا وصف كاشف وليس قيدا للاحتراز كما في قوله جل من قائل ويقتلون النبيين بغير الحق ولا يكون قتل النبي بحق أبدا لكن هذا وصف كاشف إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أي من حقها ولازمها إن ذلك لمن عزم الأمور إخوتي وأخواتي هذه الآيات الكريمات قد تضمنت جملة من كريم المعتقدات وأصول العبادات ومحاسن العادات ومكارم الأخلاق الفاضلات وهي دالة على أن هذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قد استوعب القضايا كلها فدلنا على توحيد ربنا جل جلاله وكيفية عبادته ودلنا كذلك على معاملة بعضنا بعضا مع شربا الإنسان وأرشدنا إلى بين لنا الجائز وأرشدنا إلى ما هو مستحب وفاضل من الأخلاق وما يحبه الله عز وجل لنا في ذلك كله يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أي من الآيات الدالة على قدرته سبحانه خلق هذه السماوات العظيمات وخلق هذه الأرضين وهذه الآية العظيمة الله جل جلاله قد لفت أنظارنا إليها وأمرنا بالتأمل والتفكر فيها في مواضع شتى من كتابه الكريم كقوله جل من قائل في سورة أهل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقوله في البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وكقوله في يونس إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يعلمون وكقوله في الجاثة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين بالقراءة الأخرى للعالمين هنا ربنا جل جلاله يرشدنا إلى التأمل والتفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فالله جل جلاله يرشدنا ويعلمنا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ما أكثر الدواب التي بثها الله عز وجل في سماواته وأرضه منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ولو أن قائلا قال بأن سكان السماوات هم الملائكة عليهم السلام فكيف ساغى إطلاق لفظ الدابة عليهم الجواب كما يقول الرازي رحمه الله من وجوه الوجه الأول بأنه قد عهد في كلام العرب نسبة الفعل إلى جماعة مع أن الفاعل منهم واحد فيقول فعل بنوا فلان كذا والفاعل منهم واحد الوجه الثاني أنه على تقدير مضاف وما بث فيهما أي في إحداهما في إحداهما أي في إحدى المذكورتين فالله جل جلاله ذكر السماوات والأرض والمقصود بذلك الأرض ثم الوجه الثالث بأنه يمكن أن يقال ربما يكون في السماوات دواب الله أعلم بها من جنس الدواب التي على الأرض ربما يكون في السماوات من الزواحف أو من الطيور أو من الحيوان مثل ما في الأرض أو قريبا منه الله أعلم بذلك والوجه الرابع أن يقال بأن المقصود بذلك الطيور الطيور فإن هذه الطيور تطير في السماء وما يتراء للناظر بالنهار قبة زرقاء فوقه هذه الطيور مرتفعة عنها ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله ثم بعد ذلك هذه الطيور إذا أرادت أن تلتقط الحبة فإنها تنزل على الأرض وتدب وجه خامس أن يقال بأن الدابة مشتقة من الدبيب كل ما يمشي على الأرض وذلك يصدق على الملائكة وغيرهم لأن الملائكة عليهم السلام ينزلون مثلا في ليلة القدر وقد كانوا ينزلون على الأنبياء وعلى غير الأنبياء كما حصل لمريم عليها السلام فتمثل لها بشرا سويا فلذلك لا يستغرب أن يقول ربنا جل جلال وما بث فيهما من دابة ثم قال سبحانه وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير هذه الدواب كلها الله جل جلال يجمعها متى شاء أن ينفخ في الصور فإن هذه الدواب تجمع كما قال سبحانه وإذا الوحوش حشرت وقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله جل جلاله يبين في هذه الآية الكريمة أن الذي يحل بالبشر من أنواع المثلات والعقوبات والمصائب والقوارع إنما هو بما كسبت أيديهم الله جل جلاله ما ظلمهم ولا اعتدى عليهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكما في قوله جل جلال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وفي قوله فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولذلك العاقل إذا أصابته مصيبة إذا نزل به هم أو غم أو ضيق أو كرب إذا تسلط عليه عدوه فينبغي له أن يراجع نفسه وينظر في حاله ليعلم من أين أتي وقد كان بعض أرباب القلوب يقول إني لا أجد أثر معصية الله في خلق دابتي ومرأتي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما ينبغي أن يقول العبد من أين هذا ولما أنا من بين الناس الله جل جلاله قال لمن هم خير منا وأقوى مقيلا وأهدا سبيلا وأعظم جهادا وإقبالا على الله عز وجل لما أصابتهم مصيبة يوم أحد فقتل سبعون من خيارهم فقال بعضهم أن هذا قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها صبتم مثليها يوم بدر فقد قتلتم سبعين وأسرتم سبعين من المشركين قلتم أن هذا من أين أتانا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال جل من قائل ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير لو أنه آخذنا بكل ما كسبت أيدينا لأفنانا وأهلكنا كما قال جل من قائل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فالله جل جلاله تسبق رحمته غضبة وهو سبحانه عفو غفور رحيم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم عسى أن يتوبوا أو ينيبوا قال جل من قائل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض يا أيها الكفرة الفجرة يا أيها المشركون المتمردون يا أعداء الله ويا أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم في قبضة الله عز وجل وفي ملكه أنتم تدبون فوق أرضه وتعيشون تحت سمائه وتتنفسون هواءه وتأكلون من خيراته جل جلاله لستم بمعجزين الله سبحانه وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وهذا المعنى قد جاء في القرآن كثيرا كما في قوله في سورة يونس ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وكما في قوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وقال جل من قائل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وكما في قوله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ولذلك الجن فقهوا هذا المعنى فقالوا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا فأين تذهب لا ملجأ من الله إلا إليه وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لو أن الله جل جلاله تخلى عنك فمن ينصرك وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ثم لفت أنظارنا جل جلاله إلى آية أخرى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام الله جل جلاله قول لنا أنظروا إلى هذه السفن الضخام التي تحمل أشخاصكم وأمتعتكم وبضائعكم وتنقلكم من بلاد بعيدة إلى بلاد أخرى وهي تمشي على الماء أليست هذه آية من آيات الله عز وجل ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كما قال جل من قائل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وفي سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وفي سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وفي سورة البقر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وفي الجافي الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وفي الحج ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هذه السفن الضخام العظام التي ترى في البحر على هيئة الجبال أو ترى في البحر على هيئة القصور الضخام مرتفعة سامقة آية من آيات ربنا ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام وقد قرأها نافع وأبو عمر بإثبات الياء وصلاء ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام وقرأها ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام وقرأ الباقون بحذفها وصلا ووقفا ومن آياته الجواري أي السفن الجارية في البحر كالأعلام كالجبال كالقصور الضخام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهره هذه السفن التي تتحرك في هذه البحار إنما تتحرك بجريان هذه الرياح وهبوا بها ولو شاء الله عز وجل لأمسك هذه الرياح وأسكنها إن يشأ يسكن الريحة أو يسكن الرياحة فيظللن هذه السفن الجارية فيظللن رواكد أي ساكنة ثابتة خامدة هامدة فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ما يلتفد إلى هذه الآيات إلا من كان متخلقا بهذين الخلقين العظيمين الذين يقوم عليهم الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر صبر في حال الضراء وشكر في حال السراء قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن إن يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير الله جل جلاله لو شاء لا أغرق هذه السفن وتركها من رعايته وعنايته بسبب ذنوب العباد وما أجرأ الخلق على الله وما أحلم الله عنهم الآن الناس يركبون السفن وفي نجة البحر يعصون الله عز وجل قد يشربون المسكر قد يمارسون الفواحش قد يواقعون المنكرات قد يبارزون الله عز وجل بما يكره ومع ذلك هو سبحانه يحلم عنهم ويعفو ويصفح ويمهلهم عسى أن يتوبوا أو ينيبوا وكذلك في الجو الآن الله جل جلاله سخر لنا من خلقه تلك الآلات التي تحملنا جوا وتجد بعض الناس في وهذه الطائرات مسخرات في جو السماء وهو معلق بين السماء والأرض تجد يعصي الله عز وجل في تلك الحال نعوذ بالله إي يسكر الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسب العباد بسبب كسبهم ويعفو عن كثير قال جل من قائل ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محص أي في حال غرق تلك السفن في لجة البحر لينتقم الله من هؤلاء الذين اقترفوا المعاصي ووقعوا في الشرك ويعلم الذين يجادلون في آيات الله أولئك الذين كانوا يزعمون أن القرآن إفكم مفترى أو أن القرآن أضغاث أحلام أو أن القرآن شعر منتحل أو أن القرآن من سجع الكهان أو أنهم لو شاءوا لقالوا مثله ونحو ذلك وكانوا يجادلون بالباطل هؤلاء يعلمون ما لهم من محص ما لهم من ملجأ ما لهم من مفر ما لهم من مهرب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محص ثم يلفت ربنا جل جلاله أنظار هؤلاء المستكبرين المغترين بدنياهم يقول لهم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء من أموال من أولاد من مساكن من قصور من متاع من عقار من دور من زروع وثمار فمتاع الحياة الدنيا الله جل جلاله يقللها ويتفهها هذه الدنيا ليست بشيء إذا قيست بالآخرة هذا المعنى في القرآن كثير كما في قول ربنا في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وكما في قوله سبحانه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وكما في قوله وفرحوا بالحياة الدنيا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وكما في قوله جل من قائل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي هي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يعني الآن إنسان يقف على بحر خضم أو يركب زورقا فأنزل أصبعه في ذلك البحر فغمسه ما هي نسبة هذه القطرات التي أصابت أصبعه بالنسبة لهذا البحر الخضم هذا من باب التقريب وإلا فلا مقارنة بين الدنيا والآخرة الدنيا أيامنا فيها معدودة آجالنا محدودة أما الآخرة فلا نهاية لها أبدية سرمدية ولذلك يا سعادة من كانت الجنة مأواه ويا شقاوة من كانت النار مأواه ولذلك ربنا جل جلاله يقول فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا متاع أي تمتع وانتفاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى حين وهذا الحين قريب جدا قد يكون بعد ثواني المعدودات بعد دقائق بعد أيام بعد شهور بعد سنوات بعد عقود في النهاية قليل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى نعم الله ما عندكم ينفد وما عند الله بق ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هذه الآيات وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هذه قد جمعت أصولا مهمة من الإيمان والتوكل على الله عز وجل واجتناب كبائر الإثم والفواحش ثم الحلم عند المقدرة والاستجابة لله عز وجل وإقام الصلاة وإعمال الشورى والإنفاق من الأرزاق رجاء ما عند الله من أجر وثواب وكما يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله قد جمعت أصول الفضائل في العلم والشجاعة والعفة أما العلم ففي الاستجابة لله عز وجل وإقام الصلاة وأما العفة ففي الإنفاق من الرزق وأما الشجاعة ففي التشاور وإبداء الرأي الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو في المكان الثاني أو هو أول وهي في المكان الثاني فالله جل جلاله قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا الذين رضوا بالله ربا ومن الإسلام دينا وبالقرآن إماما ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعلى ربهم يتوكلون وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ما كان توكلهم على الأسباب ولا كان توكلهم على ما يفتح من الأبواب ولا كان توكلهم على بعض المخلوقات إنما توكلهم على الله فإنهم يأخذون بالأسباب ثم بعد ذلك يعلمون أن الله جل جلاله فعال لما يريد فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء المؤمنون المتوكلون ليسوا معصومين قد يقتقع منهم الخطيئة قد يقع منهم الزنب لكنهم يجتنبون الكبائر الكبائر كالشرك بالله والسحر وقتل النفس التي يحرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف قد في المحصنات الغافلات المؤمنات يجتنبون كذلك عقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك مما بيّن ربنا جل جلاله أن اجتنابه سبب لمغفرة الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش ما لم تغش الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون هؤلاء بشر بشر يرضون ويسخطون يفرحون ويغضبون لكنهم في حال غضبهم فيما لو أسيئ إليهم أو تعدي عليهم أو انتقص من حقهم فإنهم يغفرون يصفحون ويعفون فهم خفيضوا الجناح لينوا الجانب الواحد منهم بطيء الغضب سريع الرضا إذا غضب فإنه يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الإنسان المسلم إذا غضب بأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يغير وضعه فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا الضجع التصق بالأرض وكذلك يسكت يمسك عن الكلام وبعد ذلك يتوضأ فإن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم والغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء إذا ما غضبوا هم يغفرون ولذلك صلوات ربه وسلامه عليه لما جاءه ذو الخويصرة التميمي الأعرابي الجاهل فقال له اتق الله يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وما زاد على أن مسح عن وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام ولما جاءه أعرابي فجذبه من ردائه حتى أثر في صفحة عنقه قال يا محمد أعطني ليس مال أبيك ليس مالك على مال أبيك ما زاد عليه الصلاة والسلام على أن تبسم وقام وأعطاه من مال الله ثم قال أتراني قد أحسنت قال لا أحسنت ولا أجملت فزاده عليه الصلاة والسلام فشهد العرابي شهادة الحق هذه أخلاق الأنبياء وهكذا كان أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دقل عليه عيينة بن حصن الفزاري فقال إيهي بن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فهم عمر رضي الله عنه أن يوقع به يعاقبه فقال له ابن أخيه الحر ابن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله عليه من الله الرضوان هؤلاء هم المؤمنون المتوكلون وإذا ما غضبوا هم يغفرون ثم قال جل من قائل والذين استجابوا لربهم وآقاموا الصلاة استجابوا لله عز وجل فامتثلوا أمره وناهيه ومن أول ما استجابوا لله فيه إقام الصلاة فحرصوا على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها ما ضيعوها ولا فرطوا فيها وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم هؤلاء المؤمنون الواحد منهم ليس مستبدا بالأمر وإنما يستشيروا إخوانه استشيروا ذوي الرأي ذوي الخبرة ذوي العلم يراجعهم ويتباحث معهم دائما الشورى يعملها في حياته اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر الناس مشورة لأصحابه صلوات الله وسلام عليهم استجابة لأمر الله حين قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك نعم الله جل جلال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى وها هنا أيضا يثني على المؤمنين ونبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس يوم أحد يجمعهم في المسجد ويستشيرهم هل يبقون أم يخرجون يوم الأحزاب أيضا يستشيرهم فيشير سلمان بحفر الخندق بل حتى في الأمور الاجتماعية لما حصلت قصة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه رجالا ونساء فاستشار علي وأسامة بن زيد وزينب بن تجحش وبريرة التي كانت مولاة عائشة رضوان الله على الجميع وأمرهم شورى بينهما هكذا أبو بكر رضي الله عنه كان إذا عرض له الأمر يجمع له الناس وكذلك عمر رضي الله عنه ولذلك لما توجه إلى الشام ثم أخبر بأن الوباء قد وقع فيها دعا المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني ثم دعا بالأنصار فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني ثم دعا مشيخة قريش من طلقاء الفتح فما اختلف عليه الرجلان كلهم قالوا نرجع فعمر رضي الله عنه أمر من يؤذر في الناس بأني مصبح على ظهر بأني راجع فها هنا عمر رضي الله عنه أعمل هذه الآية وأمرهم شورا بينهم والمؤمن حتى في بيته يستشير ولذلك ربنا جل جلاله قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ثاني يستشير الزوجة والزوجة يستشير الزوج هذا هو خلق الإسلام والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون ليس المال معبودهم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش الله جل جلاله قال ومما رزقناهم ينفقون ليس مطلوبا منهم أن ينفقوا كل ما رزقهم الله بل بعضه ومما رزقناهم ينفقون وهذه قد ذكرها ربنا في الصفات الخمس التي جعلها للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وجعلها أيضا في صفات أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا قال جل من قائل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هنا هذه الآية فيها إشكال من جهتين الجهة الأولى بأن الله جل جلاله ذكر الانتصار في معرض المدح بينما آيات القرآن قد تتابعت في الثناء على العفو والعافين فالله جل جلاله قالوا أن تعفوا أقربوا للتقوى ولئن صبرتم له خير للصابرين فمن عفى وأصلح فأجره على الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إلى غير ذلك من النصوص فكيف يثني هاهنا على من انتصر ثم الإشكال الثاني أنه فيما مضى قال وإذا ما غضبوهم يغفرون فكيف هاهنا يثني على الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والجواب من وجهين كما قال الرازي رحمه الله الوجه الأول بأن الآيتين تنزلان على حالين على حالين فالعفو والمغفرة وإذا ما غضبوهم يغفرون محمود فيما لو كان يترتب عليه تسكين الثائرة وإخماد الفتنة وإطفاء النيران ورجوع الجاني عن جنايته وبغيه وتوبته إلى الله عز وجل فهاهنا العفو والمغفرة كلاهما محمود أما إذا كان العفو والمغفرة سيؤدي إلى مزيد من عدوان مزيد من تهييج مزيد من فتن فهاهنا الانتصار هو المطلوب والذين إذا أصابهم البغي الظلم والعدوان هم ينتصرون أو أن تنزل الآيتان على صنفين من الناس فقول ربنا جل جلاله وإذا ما غضبوهم يغفرون أي مع المسلمين مع المسلمين لأن المسلم ذليل مع إخوانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والآية الثانية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون تكون مع الكفرة الفجرة المحادين لله ورسوله فإما أن تنزل الآيتان على حالين أو على صنفين إخوتي أخواتي هذه الآيات فيها يعني كلام كثير قد بقي وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله يأتي التنبيه عليها في لقاء الغد أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة